اشتركوا في القناة مرحبا بكم أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول جدارات مهنة فني كاتب حسابات تيرم تاني مع حل مرفق خمسة من دليل المعلم دليل المعلم صفحة 16 مرفق خمسة يلا بينا السؤال الأول بقول ليه ضع علامة صحة ما بالعبارة الصحيحة وعلامة خطأ ما بالعبارة الخطأ مع تصويب الخطأ وفهمنا أبد كده يعني تصويب الخطأ يعني مركز على الجزئية اللي فيها خطأ ونقول الصحة بطحة واحد تنتمي الخصوم السبتة إلى مجموعة الحسابات الدائمة التي تنتهي بانتهاء الفترة المحاسبية التي حدثت فيها لا ده الخصوم السبتة دي دي مش من حسابات الدائمة تنتمي الخصوم المتدولة إلى مجموعة الحسابات الدائمة التي تنتهي بانتهاء لأن الخصوم السبتة دي من قطعة فترات محاسبية متعددة إنما لا تنتهي بانتهاء الفترة المحاسبية التي حدثت فيها يبلغ عبارة خطأ الصحة هنشير السبت ونقطع خصوم المتدولة اتنين يطلق مصطلح الحسابات الحقيقية على حسابات الأشخاص الطبيعيين انتقول متلاقي أشخاص سواء طبيعيين أو اعتباريين دي اسمها حسابات شخصية يبلغ عبارة خطأ الصحة الحسابات الشخصية ثلاثة يطلق مصطلح الحسابات المدينة 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 معروفة على ثلاث حاجات يقول على الحسابات المصرفات ماشي الإيرادات لا الخسار أيوة أربح لا مسحوبات أيوة يبقى يطلق مصطلح الحسابات المدينة على الحسابات المصرفات والخسار ومسحوبات فقط يبقى العبارة دي غلط أربعة يطلق مصطلح الحسابات الدائمة دائما استمر على طول هما ثلاثة على حسابات الأصول تمام والخصوم أيوة وحقوق الملكية تمام جدا يبقى فعلا مصطلع الحسابات الدائما يطلق على ثلاثة أصول وخصوم حقوق الملكية العبارة صح خمسة يعرف الحساب أي حساب بأنها قائمة ذات جانبي يمثل الجانب الأيمن منها جانبه المدينة بينما يمثل الجانب الأيصر منها جانبه الدائن مظبوط ويرمز له بالرمز حضيت بأن المصطلع كلمة حساب العبارة صحيحة ستة تشمل مجموعة الحسابات المدينة المدينة أربع حاجات الأصول تمام المصروفات تمام أربع لا أربع دائنة مسحوبات أيوة حقوق الملكية لا يبقى تشمل مجموعة الحسابات المدينة على أصول ومصروفات ومسحوبات فقط العبارة دي خطأ سبعة تشمل الحسابات الحقيقية أو تشتمل الحسابات الحقيقية بتشمل إيه؟ جميع أصول المنشأة الملموسة والغير ملموسة مثل السيارات السيارات الملموسة تبوشرة المحل الغير ملموسة العبارة صحة تمانية تشمل الحسابات الوهمية خلاص كده جميع الحسابات المصروفات والخسائق والإيرادات والأربع نوله صحة الحسابات الوهمية هم الأربع حاجة دونهم تسعة تنص نظرية القيد المزدوج احنا نسينا نقول في الأول ايه بقى طريقة نظرية القيد المزدوج بتقول لي ايه بتقول لي لكل عملية مالية طرفان أحدهم مدين والآخر دائنوا بنفس القيمة بنفس المبلغ فبيقول لي تنص نظرية القيد المزدوج على أن لكل عملية مالية طرفان أحدهم مدين والآخر دائنوا بنفس القيمة نقوله صح عشرة تنقسم الحسابات وفق مدخل تشخيص الحسابات تمام يعني تابعا لمدخل تشخيص حسابات إله حسابات شخصية وحسابات حقيقية وحسابات اسمية أو وهمية نقوله صح تمام نجي للسؤال الثاني أكمل الفراغات التالية بكلمة بالكلمة أو جملة مناسبة واحد تنتمي الأصول المتدولة إلى مجموعة الحسابات الدائمة التي لا تنتهي بانتهاء الفترة المحاسبية التي حدثت فيها تمام كده جميل اثنين تعد القوائم المالية بمثابة الدليل الموضوعي على صحة العمليات المالية المتعلقة بنشاط المنشأة ثلاثة تنتمي المصروفات والإيرادات إلى مجموعة الحسابات المؤقتة التي تنتهي بانتهاء الفترة المحاسبية التي حدثت فيها مستمرين مع حضراتكم في حل مرفق خمسة فتابعونا يلا بينا مستمرين تابع حل مرفق كام؟ خمسة أربعة تعطب النظرية أو طريقة القيد المزدوج اللي بتقول لكل عملية مالية طرفان أحدهم مدين والآخر دائن وبنفس القيمة تعطب النظرية تخذ المزدوج الأساس الذي يعتمد عليه في تسجيل العمليات المالية في الدفاتر والسجيلات المحاسبية طيب خمسة الحسابات ذات الطبيعة الدائنة اللي طبعتها جنسها تولدت تتخلقت هي دائنة عرفت دائنة؟ عايز تزودها تخليها دائنة تنقصها تعكسها تخليها مدينة طيب والحسابات اللي طبيعتها أساسا مدينة تزودها تخليها مدينة تنقصها تخليها دائنة يبقى يزداد الحساب بطبيعته بطبيعته اللي هو وجد بها وينقص بعكسه جميلة دي الحسابات ذات الطبيعة الدائنة إذا زادت تصبح دائنة بينما الحسابات ذات الطبيعة المدينة تصبح مدينة إذا زادت كلام جميع السؤال الثالث فيما يلي مجموعة من العمليات المالية التي حدثت بمنشاة أحمد سامي للتجارة والتوزيع خلال شهر مارس 2019 والمطلوب منك تحليل كل عملية من هذه العمليات وفق نظرية القيد المزدوات جميل جايب لعمليات وجايب لخاناتهم هذه العمليات عندي هنا الحسابات تقول الحساب اسمه إيه ونوعه إيه والأثر زاد ولا ناقص والمبالغ هيتحط في المدين كام والدين كام لأن انت بتقول لطريقة القيد المزدوات والنظرية القيد المزدوات بتقول كده لكل عملية مالية طرفان أحدهم مديء والآخر داين وبنفس القيمة يعني لو الطرف المدين بمئة ألف الدين لازم بمئة ألف وهكذا مايش أول عملية في واحد تلاتة 2019 بدأ بدأ تلو مين الراجل اللي أحمد سامي أعماله برأس ماء مئتين ألف جني خلاص حنا فهمنا دلوقتي رأس المال دا بقى دايق رأس المال داين دا في حقوق الملكية بدأ أعماله برأس ماء مئتين ألف جني أودع النص في الخزينة يعني المئتين ألف حطه نصوه مئة ألف في الخزينة والباقي بالحساب الجاري للمدشاء ببنك القاهرة أيوة يعني المئتين ألف أسمهم بالنص مئة ألف تحطه في الخزينة ومئة ألف فتحنا بيوم حساب جاري في بنك القاهرة تعال بقى الحسابات أصبح أنا عندي دولة ثلاثة حسابات هذه الخزينة ودي البانك ودي رأس الماء دا إحنا لما نحنتقدم شوية وناخد قيود اليومية اللي حنسجلها في ضفطة اليومية حنقول قدي اسمه من مذكورين من يعني طرف مديق من مذكورين من اتنين الخزينة والبانك إيه لا إيه لا داين إلى حساب رأس الماء طيب يبقى الحساب الخزينة دا نوع حساب حقيقي أصل حصل له زاد أصبح مدينة بمئة ألف الحساب التنسبه البانك زي خل فوق حقيقي أصل حصل له زاد زادت الفلوس اللي في الخزينة والبانك خلاص دي مئة ألف إيبقى كده الطرف المدينة طرف المدينة مرتين مئة ألف ومئة ألف يبقى مئة ألف إيبقى الحساب التالت رأس الماء دا ماله شخصي تبع إيه حقوق الملكية حصل له رأس المال زاد زاد ماش بكام مئتين ألف آه يبتحط في الداين لأن رأس المال طبحت وداينة تعالى يبقى المدينة المدينة مئة ألف زاد مئة ألف مئتين ألف والداير مئتين ألف يبقى لازم ندينة يساوي الداين أربع ثلاثة اشترط المنشياء أثاث أثاث دا أصل من الأصول السابقة اشترينا أثاث بمبلغ كام خمستاش ألف جنيه نقدا يعني اشترينا أثاث أثاث زاد عندي والخزنة نقصت نقض يعني دفعنا ثمن ونقضة من معرض سلطان للأثاث الحديث دي ما تفرقش معايا حاجة إن شاء الله تشتري من العفرين طالما دفعت فلوسه يبقى الأساس زاد عندك والخزنة نقصت أهو يبقى أول حساب اسمه الأساس دا حقيقي أصل حصل له إيئة زاد بقى مدينة بكام خمستاشر ألف طيب إيه اللي نقص الخزينة هوا حقيقي أصل نقص نقص عشانك نرأيه داين بخمستاشر ألف لما نحن أخذ قيده لو ما أخذ بالك العمليات دي حتساعدك قويس جدا في دفتر اليومية بسمه دا اسمه دي حيبا نقول من حساب الأساس أو من حساب الأساس طب والخزينة ما الهدينة إلى حساب الخزينة اسمه قيد يومية زو طرفين طرف مدينة وطرف داين بنفس القيمة خمسة ثلاثة اشترت المنشأة بضاع بمبلغ تلاتين ألف جنيه من منشأة عاصم بدر وسددت النصف نقدا تمام كده كويس اشترينا بضاع بك بثلاثين ألف جنيه يبقى البضاع زادت عندي بثلاثين ألف جنيه ماذا كده يبقى تفتح حساب جديد اسم البضاع تمام طب والثلاثين فسددناهم ازاي قالك إيه بقى اشترتها من منشأة عاصم بدر وسددت النصف نقدا الثلاثين ألف سددت منه سددت منه بخمستاشر ألف ولسه عليها العاصم بدر خمستاشر ألف يبقى البضاعه هي حساب حقيقي أصل زاد بثلاثين ألف مدي الخزينة حساب حقيقي أصل نقص بخمستاشر ألف طب والخمستاشر ألف اللي علينا للراجل عاصم بدر بيسمها الدائنين أو الموردين وأنا كتبت لكم اسمها يبقى حساب الدائنين أو الموردين وعاصم بدر ده شخصي التزام على المنشأة يعني دين على المنشأة تسددوا يجبى الدين ده والالتزام زاده يجبى داين خمستاشر ألف لو بسيط بعينك كده المدين تلاتين ألف والداين تلاتين هم خمستاشر وخمستاشر طيب تمانية تلاتة ألفين وثاعتاشر باعت المنشأة بضاعة لمحلات فاطمة الزهراء ناسوا يكتبوا هنا الرقم المبلغ كام أنا افترضت أنها بأين ألف جنيه ممكن واحد تاني وانت ستين ألف خمستان ألف المهم احنا باعنا باعة المنشأة بضاعة لمحلات فاطمة الزهراء بمبلغ أربعين ألف جنيه طيب وبعدين النصف نقدة والباقي على الحسان يعني باعت يعني البضاعة نقصت نقصت بأربعين ألف جنيه أخذنا كلهم لا أخذنا نصهم عشرين ألف حاطة نوم في الخزينة طيب والعشرين ألف اللي بقى لنا لنا عند فاطمة الزهراء اللي أنا بنبع له اسمه عميل العميل أو الزمون بتاعي اسمه العملاء يبقى يلا بينا كده أدي أول الخزينة حساب حقيقي أصل زاد بعشرين ألف جنيه طيب العملاء اللي يا فاطمة الزهراء حساب شخصي أصل زاد بعشرين ألف جنيه يبقى دي الأربعين ألف هوا عشرين ألف تحطوا في الخزينة وعشرين ألف لنا عند فاطمة الزهراء للعملاء طيب البضاء حصل لأيه نقص نقص قبل البضاء حساب حقيقي أصل نقص يبقى دايدهم أربعين ألف لما هناخد قيود اليومية هنقول من مذكورين حساب الخزينة عشرين ألف وحساب العملاء لفاطمة الزهراء عشرين ألف إلى حساب البضاء عربعين ألف آخر عملية في عشر ثلاثة ألف وعشر اشترت المتشاة المرة دي بقى سيارة زي ما كانت اشترت قبل كده أساس يبقى حد تكدب باسمها لأنه دا أصل سابق اشترت المتشاة سيارة بمبلغ أربعين ألف جنيه من معرض السيارات الحديثة بشيك ركز على آخر كلمة أيوة اشترينا عربية ودفعنا قبتها بشيك يبقى عندنا السيارات زادت زادت هتبقى مدين ماش كده والبنك ناقص اهو يبقى السيارات دا حساب بقى حقيقي أصل حصل له زاد يبقى دا أربعين ألف جنيه تمام اندفع قبتها بيه نغدا لو كانت نغدا كنت حنقول الخزينة كنت حنقول حقيقي أصل ناقص لأ دي تسدد بشيك يبقى البنك حقيقي أصل ناقص أربعين ألف جنيه تمام كده طيب واستمرين مع حضراتكم في استكمال حل مرفق خمسة خليكوا معا طيب نكمل بقى نازلنا تابع حل مرفق خمسة دي الجزء التالت في حل مرفق خمسة في 22-23-2019 سحبت المنشئة مبلغ 30 ألف جنيه من حسابها الجاري بالبنك وأوضعته الخزينة دي أجمع من سموها في علم المحاسبة تحويلات المليانة تقوب مع الفاضية اللي ما هي دي المعهوش فرص الخزنة اللي أنا فاضية ما فيش فلوس بس هل لنا فلوس في البنك رحنا رحين سحبنا من حسابنا الجاري من فلوسنا من حصالة بتاعتنا اللي في البنك سحبنا 30 ألف جنيه يبقى فلوسنا اللي في البنك نعصد تمام وحطنا فين أوضعته الخزينة يبقى الخزينة زادت البنك أصل من الأسو والخزينة أصل من الأسو تمام واحد زاد والتاني نعص أيوا يبقى دي الخزينة حساب حقيقي أصل زاد بتلاتين ألف جنيه بقى مدينة اتنين البنك حساب حقيقي أصل نعص تلاتين ألف جنيه يبقى لما ناخد قيده اليومية هنقول لك من حساب الخزينة إلى حساب البنك تلاتين ألف تلاتين ألف في خمسة وعشرين تلاتة سددت المنشأة المستحقة عليها لمنشأة عاصم بدر بشيك مسحوب على البنك الأهلي الله طيب تقول لي فين المبلغ نقول لك أنا هو ماشي هو احنا كان علينا للدائنين اللي هو عاصم بدر ك تقول لي خمستاشر ألف جنيه أزبوط كده أيوة خمستاشر لأن احنا كنا نشتري منه بضعب تلاتين ألف سددنا له نص وعلينا نص حلو كده طيب ساعتها أزبتنا حساب اسمه الدائنين علينا العاصم مفتوح عندي في الحسابات حساب عاصم بدر خمستاشر جي الرجل يقول لك تفضل خمستاشر في طبع كهو ورحت مشطب على حسابه لغيته لغيته آي با الدائنين اللي كان علينا ده خلص الدائنين اللي هو عاصم بدر ده كان التزاء خصو نقص نقص هذه خمستاشر ألف حلو كده طيب والبنك بال فلوس يتعط بالبنك ده حساب حقيقي أصل رخم نقص يبقى الدائنين نقص والبنك نقص يقبل قيد من حساب الدائنين اللي هو عاصم بدر إلى حساب البنك خمستاشر ألف خمستاشر ألف ستة وعشر تلاتة سحب المالك مالك المشروع مبلغ أربع تلاف جنيه من خزينة المتشأة لاستخدامها في متطلباته الشخصية صاحب المتشأة رايح الزيارة رايح حاجة مثلا مصيف رايح أي حاجة فمحتاج فلوس مديده في الخزنة أخذ أربع تلاف جنيه لاستخدامها ايه في متطلباته الشخصية تقول لي على طول من دي مسحوبات ده اه مسحوبات ماشي طب دي الحساب ده ايه مسحوبات طبحته مدي ماله زاد بكام باربع تلاف جنيه طب الفلوس طلعت منين تقول لي الخزينة طب الخزينة حساب حقيقي أصل نقص أربع تلاف جنيه إبقية اليومية لما ناخدها هنقول من حساب المسحوبات إلى حساب الخزينة أربع تلاف أربع تلاف تمانية وعشرين ثلاثة حصلت المنشأة المستحق لها من محلات فاطمة الزهراء مقدنة فاكرين فاطمة الزهراء اللي كانوا نسيين نحط رقم ماشي اللي كنا بعننا باربعين ألف جنيه أخذنا منها نص دربين ألف عشرين قلنا عن ده عشرين ألف جاءت فاطمة الزهراء نرى ده لتفضله فلوسكم هي هناخد منهم العشرين ألف ونحطهم في الخزينة إبقية الخزينة حساب حقيقي أصل زاد أدي عشرين ألف جنيه مدينة مين اللي دفعت مين اللي أعطت فاطمة وفاطمة دي تبع العملاء العملاء فاطمة الزهراء ده حساب شخصي أصل نقص إبقية الخزينة زاد والعملاء نقص نقص بعشرين ألف إبقية ده كنه من حساب الخزينة لحساب العملاء عشرين عشرين تلاتين تلاتة سددت المتشاء نقضا مبلغ ربعمائة جنيه قيمة فاطورة كهرباء بس كهرباء مين منزل مالك المتشاء آه الراجل مالك المتشاء صاحب المتشاء جت على بيته على بيته مش على المتشاء نفسها لا المتشاء دي مصرفات أي حاجة تتفع على المتشاء مصرفات لكن دي الفاطورة دي جت يعني كهرباء بيته فاطورة كهرباء مالك المتشاء ورغم زالة ماد يده في الدرجة ودفعها يا عم افصل دي عندي قال لي يا عم اعتبرها مسحوبات لكني أنا فلوس سحبتها واخر السنة هتحاسبوا عليها أيها بس حمي يبسدت فاطورة كهرباء المنزل إيجار المنزل يشتره دي لزوجته أي حاجة لبنته لإمنه أي حاجة تخصه وصلته شخصية اسمها مسحوبات يبقى دي مسحوبات مسحوبات مدي زاد ربعمية جنيه الخزينة حساب حقيقي أصل نقص ربعمية جنيه آخر عملية في 31-3-2019 سددت المنشاة الآتي المنشاة بقى لسددة سددت تعال شو بقى كذا حاجة كده كذا مصروف سددت نقدا ومعنى نقدا يعني الفلوس دي كله طلعت من الخزينة يعني الخزينة حتنقص بكل الفلوس اللي جاية دي ألف جنيه فاطورة كهرباء المنشاة فاطورة كهرباء بتاعت المنشاة غير اللي كانت فيها فاطورة كهرباء منزل مالك المنشاة المنزل بتاع مالك المنشاة اسمها باسحوباء طب ومان هنا فاطورة كهرباء باسمها فاطورة مية باسمها أي مصروف باسمه يبس سددت نقدا ألف جنيه فاطورة كهرباء المنشاة فلا كده طب فاطورة كهرباء ماشي طيب دي حسابات اسمية لأنها مصروفات أو اسمية مصروف زاد بألف جنيه سددت إيه كمان عشر تلف جنيه أجوره مرتبات العماء إيه بابرده أجوره مرتبات هاي اسمية مصروع زاد 10 تلف جنيه سددت ايه كمان 300 جنيه فطورة مية للمنشعة ايبا فطورة مية اسمية مصروع زاد 300 مش ملاحظة ان كل المصروفات دي هات حسابات اسمية اسمية مصروفة زادت اهي والاخر كلات سددت 80 طلعت من الخزينة لانها نقدان الخزينة حساب حقيقي اصل نقص الخزينة نقصت بكام تعال نجمع ادي 10 ودي 10 11 ودي 300 يبقى 11 1300 بكده نكون انهينا حل مرفق خمسة لمهنة فني كاتب حسابات طلبة وطلبات الصف الاول للتجاري نظام الجدرات ترمي تاني كان معكم الاستاذ حسن حسن برمو كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة ايدكو التجارية محافظة البحيرة وموجه اول محاسبة سابقة نترككم فيه معاية الله وامنه لو اعجبكم الفيديو اعملوا لايك اعجاب اللي انتو عايزين تعملوه تمام ولما كنتش اشتركت في القناة لحد درواء من اجل عيوننا الجميلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لحد درواء اشتركوا في القناة لحد درواء